بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الرسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله جماعة هنتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت عن السواك وatsواك والنهاب انشاء الله في المحاضرة دي هدك نبذه برضه عن المحاضرة اللي فاتت ولو عايزت الاجعاء خش عنها حتى قاعدلت لك بالوصف اللينك بتاع المحاضرة اللي فاتتها الأولى دي التانية قلنا السواك عن المحاضرة اللي فاتت اللي هو مرضاطا للرب واللي هو مطهرة للفم النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاته لرب يطهر فمك بيشير منه الرائحة كهو هاديك كده معلومة كده استرعى في اول الفيديو تعرف الريء نفسه لما بيتكون في الانسان ويبدأ اللي هو يأثر على سنانه بيعمل ايه؟ بيكون مظنة لتكوين المستعمرات البكتيرية اللي بتدمر فم الانسان وسناء الانسان ولاتة الانسان خلاص فدي سنة مهجورة لابد أن تأخذ بها وقلنا في المحاضرة الفات برضو النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لا هانا اشق على امتي اللي امرتوهم بالسواك عند كل صلاة وقلنا الاوقات كلها مسنون اللي انت يستخدم فيها السواك وبمرة دي هنقولو الاوقات اللي هي اكد افضل الاوقات احسن الاوقات الاوقات الربينة يحبك فيها انت هيستخدم السواك احسن من غيرها بس طبعا دي مسنون اللي انت هيستخدم في كل حاجة وقلنا للسواك ده انت لو ما سكت وفقال تعمل كاد으로 تاخد حسنات تخيل بانك حسنات تفضل كده ايه؟ بتنسوها هو قلنا السواكة بيستخدمش في الودن. تقولش انا كده بعمل السواك عشان سنينة واجعاني هعمله هنا النهاردة. او هعمل بيه عشان عايز اهرش في سنينة. مفيش كده خالص في الاسلام. عشان محدش يستاه وان يقول لك السواك ما هو اعمل بيه. لا. جيه. والنبي صلى الله وسلم كان اذا قام من الليل يشويص فا يعني يدلق فا بالسواك. فا يعني ايه? فمه. ماشي? طيب يلا بينا. محاضرة على النهاردة بسرعة كده. قال لك متى يتأكد? يعني بشرح من كتاب اسم الفقه الميسر باب السواك. ماشي? متى يتأكد? يتأكد امتى? يتأكد على اوات الاكد الاوقات. واحسن الاوقات في السواك اللي هي اول حاجة عند الوضوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا انا اشوق على امتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. الرواية دي جاءت معلقة في البخاري. عند كل وضوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا اشوق على امتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء في رواية تانية كمان. زي اللي عند كل صلاة دي روايات تانية حيلو الوضوء الوضوء طبعا انت هتقابل ربنا بعدي الوضوء اللي انت هتستخدم السواك فيه يعني تخلي العبادة كده افضل شيء في العبادة افضل تكويل للعبادة كده تبقى ربنا سبحانه وتعالى تاني حاجة عند الانتباه من النوم ده مظن التغير الفم طبعا كل انسان عارف يقوم من النوم انت عمال يعمل كده مش عايز حد يسر ويتروح جاهل حد يقول لك قدامه كده يتحرك يبصله طب وليه انت خلي جنبك السواك اوما تقوم تشوي صفاه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشوي صفاه بالسواك اول ما يقوم من الليل كده انت اول ما تقوم كده وبرضه اقول لك حاجة تانية زيادة ليك لما تقوم من النوم تخسل ايدك كده تخسل تلات مرات تخسل ايدك جامد النبي صلى الله عليه وسلم قال فليغسل يده ثلاثة لانه لا يعلم اي نباتة يده متعرفش ايدك كانت فيم كونه بيسمك او في كوزرات او في شيء طيب تاني حاجة عند تغير رائحة الفم اصلا السواك ده شرعة لنظافة الفم شرعة لازاية رائحة الفم الكريهة ثاني يقول لك عند تغير رائحة الفم زي ما احنا قلنا رائحة الفم بتيجي منين البكتيريا اللي بتحسكوا بكتيريا اللي انت في الريء بتاعك بيبقى متكون جوه الريء بيبقى جوه انت بقى سايب الريء وسايب قافل بقى كل كلام ده او تغير رائحة الفم بيكون مستعمرات بكتيريا جوه تدمر سيناك لايه تسوس ده نفسك راح تتفعت قد كده عند الدكتور على ايه وعند قراءة القرآن الملك في ملك لما انت بتيجي تقرأ القرآن تخيل ببصة عظمة القرآن ده وانت بتقرأ القرآن في ملك بييجي قدامك يجعله فاهو عند فيك ويأخذ منك القرآن يأخذ منك القرآن جدا تخيل بعض القراء في قصة كده سريعة بعض القراء كان عندما نام جاء في منامه انه رأى رسول الله سعى سلام يأخذ القرآن من فيه يعني ده النبي سعى سلام يأخذ القرآن من فيه يعني هو بيقرأ كده الراجل ده طول القرئ ده والعالم ده مش عايز ابي عمر او مين حد من القراء لهو كان يطلع رائحة رائحة جميلة من فمه هو عايش بعد ما ام النوم فاضح تطلع رائحة جميلة من فمه رغاية لما توفى عشان لأى كده والنبي سعى سلام قال ما رأاني في المنام فقد رأاني حقا فإن الشيطان يتمثل فيه سورتي بس اللي يشوف النبي سعى سلام فيه سورته الصورة بتاعة النبي سعى سلام ما يقولش مثلا لقيت واحد لقيت ايده مقطوعة بس وشه منور ولقيته نبي مين فيه صفات النبي سعى سلام معروفة ابيض ذي حمرى النبي سعى سلام كان شعره كذا تلاقي في الصورة انا وتلاقي في الاحاديث بيقولش لlimited واحد ليس أبيض طابل كده وطول شبenzie العمارة عمارة مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كيش له قد delعمارة؟ عمارة ايه؟ لا اكيد ابا هو كان بيفكرش في شقة هشتريها أو شيء خلاص يقول لك عندك راءة القرآن عندك راءة القرآن يقولنا عشان الملك تأني يا الله بنا الوقت اللي بعدين عنده الصلاة عنده الصلاة داخل بتصلي في المسجد بتصلي في البيت بتصلي في الأول حاجة بتكره الملك بيأخذ منك الكرآن تاني حاجة تذكروني أذكركم تذكر ربنا سعاد حال ربنا بيذكرك أنت في حال عبادة بينك وبالربنا لا أفضل شيء عند العبادة الصلاة واحد بيصلي جنبك وطبع في رأحة كاريه أين من النبرة ما توضي ومغسلش في سنة لقرة وفي رأحة كاريه الجنب لا كده أنت تخلي الناس تنفر منك والملائكة تأذى منك أن الملائكة تتأذى مما تأذى منه بني آدم تتأذى منه طيب يبقى عند الصلاة وعند دخول المسجد في ملائكة في المسجد مش عادنا تتأذى في ناس حواليك تسلم على واحد ساكي أخي تسلم عليه أو تسلم عليه كده يقول لك إيه ده إيه ده دي حالي طلعت مرة واحدة دي لا يبقى كده أنت ما تكرهش الناس هم يسلموا عليك يعني ما تخليش حد يشوف منك حاجة كاريهة وإن الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال إن الله جميل يحب الجمال يعني ربنا سبحانه وتعالى بيحب أنت تكون جميل أحب اللي أنت تبقى نظيف النظافة منها الإيمان قال الله سبحانه وتعالى على المسجد الجميل فيه رجال يحبون أن يتطهر والله يحب المطخرين أهو طيب عند مسجد وعند المنزل بقى عند المنزل قلناها مرة اللي فاتت دي هتلاقيها حطت لك اللينك في الوصف بشرح من كتاب فوق الميصل لو عايز تتابع معايا وادلع على خير كفاعله يتقول للناس ادلع على خير كفاعله وبشرح كمال أنا بتوسع في الكتاب مش ده بس اللي أنا بشرح لك منه بس أقول لك معلومات تكتب ورايا فيها من فق الحنبالي فق المقارن هكذا يقول لك عند المنزل المنزل ما ظن أن تقبل أهلك تقبل ابنك أن تسلم على أهلك تسلم على زوجة تسلم على والدتك تسلم على والدك تسلم على على ابنك يقول لك أبي أبي ريحة فظيعة لا كده أنت كده يشمئز منك ما قالش كده يبقى أنت عشان ما تسلم على حد اللي أنت تبقى إنسان كده محترم خلاص حيني دخول المسر المنزل طبعا السواك ده تشرع كمان حاجة سهلة يعني ربنا بيحب حب الدين الله أيسره حب الدين الله أيسره حب السهلك الحاجات السهلة سهل إنت ممكن الدين كان فرد عليك ده تخش تغسل سنانك مش عارف بالصابون وبالمعجون عود الأراك عود لا يتفتت عود لا يعوره لا يجرحك عود سواك بتجيبه خمسة جني مش عارف بستة جني حاجة وتعمله كده وتهدين الناس وتنشر السنة دي ماشي لحديث طب ليه بقى دخول المسجد والمنزل ليه لحديث المقداد بن شريح عن أبي قال سألت عائشة مين عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بنت أبي بكر قال سألت عائشة قلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته تقولocado ياذق قال لها ايه أول حاجة الرسولي كان بيعملها ما يخش بيته تقولي لي ايه أول حاجا دي طبعا انت لو إحنا سألنا jakiś كانت أول حاجة بيعملها ألو لا أريد أكل اول حاجة بيعملها يقول لك يا متش فهم الشغالي ما متش لاش لأ أنا جايه واقيل لك لا لا أول حاجة يقول لك اولا Sixt لا لا كان فيه شكوة جات لنا. اللي فيه احد يعني الازواج رجل كان يتكلم معي يقول اني عندما كنت احكي يعني يحكي مع زوجتي فكانت تريده ان تسلم عليه عندما يدخل بيته وعند خروجه من البيت. كان يقبل. يعني يقول لك انت كل شوية هسلم على راح جاية. ليه? ما فيش كده. كده ما فيش الاسلام ما قالكش كده. الاسلام ما قالكش انت تبقى مثلا فيه غباء في قلبك او. ده الناب سع imagery قال ان رحموني الحم ورحمة. ده فيه واحد جي لن نبي سع43 والناب سع전에 سلم ويقبل حسول الحسين يقبل ام احفاده يقبل ابنه وبنته. يقول له ايه احنا عندنا عشر لبى ابن ما قبلتش وحد فيه. وبيت حكي يحكي بالنبي سع Kardash always قال له قال مالا ويرحم لا يرحم سقل على كده. اللي انت بتقبل ابنك. اللي انت تحضن ابنك. اللي انت تقبل ابنك من جبهته. اللي انت تصلم على ابنك تقبل من خده من يده. الحاجات دي كلها اللي انت بتحسسه بامان بتحسسه براحة بتحسسه اللي انت جنبه كده يقول لك ايه يلا نرجع نرجع تاني عائشة قالت كان اذا دخل بيته يبدأ بالسواك النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالسواك ان المقداد ابن شريح عن ابيه قال سألت عائشة دي لانا قلت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم باي شيء يبدأ اذا دخل بيته قالت كان يبدأ بالسواك كان يبدأ بالسواك السواك عطل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو. سنة من النبي صلى الله عليه وسلم. ويتأكد عنده طول السكوت. واحد ساكت. في ناس كده بصيت لايه ساكت يا طول? ايه ده في ايه? ساكت كده. ده الساكت ده السكوت ده. طبعا السكوت من لاكش لا ده كده غلط. لا ده السكوت ده جميل. لو كان الكلام من ده في السكوت. من فضة في السكوت من دهب. ومن كثرة كلامه كثرة خطأه. ولكن طبعا ما سكتش عن امره معروفه. انا هي عموك. سكتش انت تعلم الناس كده. وتذاكر وتقرأ. بس يعني بينقوله ما ظن في واحد بتلاقيه ساكت في واحد ساكت كتير. الحسر هو ساكت. تلاقيه رائحة الفم تتغير. هيقولك لا ايه. تأكد انت تستخدم السواك. تعمل كده عشان لما تحكي محد بلحد يش مأز منك. وصفة اسنان. تلاقيه انسان كده اسنانه صفرة. سنانه مصفرة. ايه ده السنان دي. سنان اسد دي. ايه. كده طبعا بيبقى من الحاجتين. او بعض الحاجات مش هنحددها بحاجتين. ممكن تلاقيه ما يستخدمش المعجون والفرشة قبل ما ينام. والصبح وبالليل ما استخدم. يقول لكش انت السواك اللي انت ما استخدمش ده. استخدم دي ودي. وماله. استخدم ما لقيتش الفرشة والمعجون لستخدم السواك. ما لقيتش ما جبتش رواك النقاردة لستخدم الفرشة ومعجون. لو عملتها بني التقارب الى الله فرشة معجون في الوقتين الصبح وبالليل دور ماش تاخد حكم برضو زي حكم الزواج وتاخد حسنان بس ما نتوصلش درجة السنة العظمى للأوراق والكلام ده بس تاخد حسنات وتاخد فضل كبير اللي انت بتنظم فما كان فهنا صفة الأسنان بيجي برضو بعض الناس لقيه بيشاف سجاير كده بيقولك السجاير مش مشكلة لا مش مني لا السجاير بتصفر برضو من ايه من التدخين يبقى برضو عند صفة الأسنان يعني بيقولك دليل اللي السواج بينظف الأسنان طيب للأحاديث وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوي صفاه بالسواك يعني يدلق فمه وأسنانه بالسواك والمسلم مأمور عند العبادة والتنقرب إلى الله أن يكون على أحسن حال من النظافة والطهارة الشخصية والداخلية والخارجية وكل نظافة يستطيعها قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتم منه ما استطعتم مأمور عند كل عبادة تتكون بأفضل أنواع النظافة إن الله يحب التوابين وحبه المتطاهرين قال في المساجد فيه والله يحب المتطاهرين المصحف لا يمسه إلا المطهرون خلاص برضو بقى فيه مسألة هنا صعبة جدا بالفق الحنبلي هو أيدها ولكن إحنا هنا هندوها تقييدة بسيطة هو يأيد وحن ندي تقييد بسيط كده لا بأس أن يتسوق بالسواك الواحد فوق الواحد اثنان فصاعدة يعني الواحد اثنان فصاعدة يعني ممكن يقول لك ممكن اثنين يستخدموا سيطة واحد قال دليل ويحترم الدليل ونحترم كلامه قال إن عائشة رضي الله عنها لينت السواك للنبي صلى الله عليه وسلم قبل موته السيدة عائشة رأت عبد الرحمن داخل مين عبد الرحمن عشان محدش يقول لك من الناس يبقوا سيدة عائشة ربنا رب يرفع على الدرجات يقول لك بعض الشيء يقول لك هاي أخذ السواك من الرجل وشوسته وليينته بفمها للنبي سعصم على كده عشان شاف النبي سعصم كان بيبس السواك مين ده الرجل ده الرجل ده كان عبد الرحمن ابن أبي بكر مين أخو عائشة قال دي الله عنها حلو كده يبقى سيدنا بكر ديرانه كان عنده ابن محمد وعنده أبو بكر وعنده عبد الرحمن وعنده عائشة وأسماء فهنا عبد الرحمن ابن أبي بكر دخل على النبي سعصم وهو يحتضر ودخل ماسج السواك عشان هيكلم من النبي سعصم يطلب حاجة من النبي يطلب يوصيه النبي سعصم فالنبي سعصم بس للسواك كان يعجبه يحب السواك يحب النظافة والأدب فهنا عرفت كده عرفت الزوج مش الزوجة اللي هي تلاقي تحس اللي هي من عالم تاني جزء عايز حاجة عايز يشرب ولا حاجة بيبص على المية هي بص على السماء سمت هيو يبص على المية لا يهوه يحمسك مسكت السواك من أبي بكر من عبد الرحمن ابن أبي بكر أخوها ولينته كده لينته لينته كده بيريقيها وعطيته للنبي سعصم ويتسوق به النبي سعصم ويتسوقت النبي صلى الله عليه وسلم خلاص تب الدليل ده حلو وجميل وكل حاجة بس هنا نقوله بين الرجل ومرأته مفيش مشاكل وكده لجناح ويجوز مفيش مشاكل اتنين بس انت بتاخد برضو التحذيرات يعني المرأة انت عارف اللي المرأة مش مريضة أو حاجة ممكن انت ومرأتك عادي أما تهو واحد بره بيعمل بالسواك تعمل كده لها أصلا رجل مجلون بقم غسلول بالله عشرين سنة تعمل كده يجيلك مرض والكورونا منتشرة والحاجات المنتشرة دي يبقى لا بأسة أن يتسوق بالعود الواحد اثناني فصاعدة يعني عند الحنابلة ممكن واحد واثنين وتدر باع يستخدموا السواك واحد بس احنا نقيدها نقول عشان تشار الأمراض والبكتريات وأسباب انتقال الأمراض والذي بدأ المرض في الأول هو الثاني والله صحوه وتعالى الذي يمرض الناس ولكن دي أسباب انتقض بالأسباب وتسيب الباقي على الله سبحانه وتعالى أو يعني بقدر الله سبحانه وتعالى خلاص يبقى انت ومرأتك عادي بالسواك واحد الواحد وزوجته عادي هو فاهم زوجته ما فيش حاجة رئة وريئة عادي والكلام ده أما بره بره لا متاخدش السواك من حد بره وتعمل كده خلاص يبقى احنا نتكلمنا في المحاضرة الأولى عن السواك والمحاضرة تانية نتكلمنا عن الأوقات الأكد في استخدام السواك والمحاضرة تالتة اللي هي المرة الجاية ان شاء الله بإذن الله ان كتب الله سبحانه وتعالى البنقاء النكملة في هذه السلسلة حاول تتابعنا هتكلم برضو عن حاجات متعلقة بالسواك لأن ننهي كل المعلومات عن السواك قاتي أعطاناها الله سبحانه وتعالى ثم نشرع في باب آخر من أبواب الفقه الإسلامي قال النبي صلى الله عليه وسلم أدال على الخير الكفايل حاول تنقل المعلومات دي أو حاول تنشر الفيديو ده أو حاول تاخده وتديل حتى تنزله على الواطس على الفيس على الكلام ده الانستجرام الكلام ده ليه أدال على الخير الكفايل هم باببلغ أن أوعى من سامع انت سمعت بس مكتاني بأوعى حامل فقه يبلغوا ما هو أفقه منه كمان خلاص أتمنى لكم الاستفادة الكاملة والسلام عليكم ورحمة الله لما تجد الأسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة